كلام اللي قلت والله الاسبوع اللي فات وبقرره في كل مرة معاكم وقلت قبل ما كولر يعلن قيمة مباراة الاهلي امام الاتحاد السكنداري وقلت لحضراتكم كولر ما عندوش مشكلة مع اي لعب كولر هيدفع بكل اللعبة في التوقيتات المناسبة طبقا للرؤية الفنية كولر ما عندوش مشكلة مع محمد مجدي افشا زي ما انتم متصورين او زي ما بيتصدر للجمهور من خلال بعض البرامج او بعض القنوات او بعض الامور اللي على السوشيال ميديا اللي احيانا فيه جزء منها مدفوع الاجر او سكريبت الهدف منه احداث الوقيعة والبلبلة داخل صفوف النادي الاهلي انا بقولها بصوت عالي وانواصل جدا جدا من الكلام اللي بقوله لحضراتكم كل من تناول موضوع محمد مجدي افشا في اليوم اللي اعلم فيه كولر قيمة الاهلي المفروض يعمل حاجة من الاتنين يا يطلع يعتذر يا ما نشوفش وشه تاني في الاعلام او عالسوشيال ميديا كل قالك او مش الكل البعض اللي بيبع عنده سكريبت او عنده اهداف قالك افشا جمع متعلقات قالك افشا مش هيشوفها تاني قالك كولر واخد بوقف من افشا وارد جدا يكون فيه امر ما بين الجهاز الفني او المدير الفني مع العيبة ممكن يستبعد لعب مباراة او اتنين ولكن على المدى البعيد افشا جمع متعلقاته لا افشا مش موجود مع الفريل لنهاية الموسم ما حصلش انبالح كان موجود في قائمة المباراة الدفع من عدمه برضو بقول تاني وجهة ناصر جهاز فن لكن اللي قاله قبل كده ان جمع متعلقاته غرامة مالية كبيرة جهاز الاداري بقيارة الكابتن خالد بيبو ومش عارف يسيطر على قط اللبس كل الكلام اللي تقال ده ظروفكم ايه ووضعكم ايه بعد انبارح ما افشا دخل قائمة المباراة عارفين انتو سوقتم بوكتم زي ما بيقولك ده بلغة السوشيال ميديا كل واحد عمل نفسه مش واخد باله وقال ايه وفيه ناس والله طالت قلت لك مش هيشمها تاني ومش هيشوف الملعب ومش هيدخل القائمة لغاية نهاية الموسم فنفس اليوم اللي قلت لحضراتكم فيه ان الكلام ده كله غلط وان فيه ناس بتحاول تعمل وقيع او تعمل بلبلة داخل الصفوف الفريق احنا داخلها نهاية افريقيا نبص على القائمة نلاقي محمد مجد أفشا مربوط في القائمة واللاقي الفريق يمبارح بيلعب بارتياحية نلاقي الفريق يمبارح بيلعب كورة للمطعة ما خدوا بالك الموطعة اللي احنا شفناه في ماتش مبارح ده والانتصارات المتتالية في الدوري ما بيجيش من فراغ ما لو قط اللبس فيها مشكلة وازمة هتنعكس على الملعب بس الناس اللي بتتكلم يا اما خبراتها وليلة شوية يا اما فيه اهداف شخصية فيه امور تانية مش عارف هدفها ايه هي اللي بتطلع تقولي الكلام ده والايام بتثبت الحمد لله ان الكلام لبلوده كله كلام غلط الحمد لله الاهل كسب بيستعد المباراة البلدية وايفل صفحة الدوري من يوم الحد اللي جاي عشان بطولة افرق طب موقف اللعيبة محمد عبد المنع من برخ هذا الانزار التالت فخارج مباراة البلدية رامي ربيع النهاردة الجهاز الطب هيطمئن عليه من خلال التدريب اللي هينطلق بعد حوالي نص الساعة ساعة لو ربع عشان نتطمر على موقف رامي ربيع بس لقدر الله لو رامي الجهاز الطبي والجهاز الفني شايف ان رامي محتاج يريح هتبقى ساعتها مباراة البلدية هتدخل بمين في مركز المساك هل هتبدأ بمحمود متولي هل ممكن يكون فيه الدفع بياسر ابراهيم هل خالد عبد الفتاح ممكن ييجي من بعيد ويدخل يلعب في هذا اللقاء هل ممكن هاني يلعب مساك ويلعب بعمر كمال باكريت هل مباراة البلدية ممكن تكون فرصة اجابية للجهاز الفني عشان يطمئن على جهزية ياسر قبل مباراة افريقيا كل ده هنعرفه في الساعات اللي جاية لكن عايز اطمنكم كل الاصابات اللي حصلت امبارح او الكدمات القوية سواء مع رامي ربيعة او احمد نبيل كوكا او حتى مع امام عشور بنسبة كبيرة ان شاء الله هتبقى حاجات بسيطة ممكن الجهاز الفني يريح امام عشور ممكن يريح رامي ربيعة ممكن يريح كوكا ممكن يدخل امام عشور في القايمة ويريح كوكا ورامي على حسب الرؤية سواء بالتنصيق ما بين الجهاز الطب والجهاز الفني اللي لقى بينهم على اعلى مستوى وفيه تنصيق رائع جدا والمعلومة اللي بتطلع من دكتور احمد جبالة بيعتمدها مرس الكولر وبعد فترة بيتأكد من صحة التشخيص من صحة التوقيتات المناسبة للعلاج والتأهيل واللعب بيكون جاهز في التوقيت اللي الجهاز الطبي بيحدده مع الجهاز الفني فموقف اللعبة زي ما قلت لحضراتكم ده جانب تاني الجانب التاني